أعلنت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في مؤتمر صحفي تفاصيل فعاليات مهرجان جرش المقرر انطلاقه في السادس والعشرين من الشهر الحالي ويضم المهرجان في دورته الحالية نحو أربعمائتي فعالية فنية وثقافية محلية وعربية يشارك بها عدد من الفنانين الأردنيين والعرب من بينهم عمر العبداللات ونجوة كرم وراغب علامة وهاني شاكر وحسين السلمان وجورج والصوف ووائل كفوري وغيرهم كما يشهد المهرجان أمسيات شعرية ونشاطات متنوعة بمشاركة جمعية الشابات المسيحيات في معدبة ومنتدى الفحيص الثقافي